اشتركوا في القناة الذين غيبوا قهرا لأكثر من خمس سنوات عن القطاع دنيا من السعانة من الفرح ونتأمل من الله ومن أخ أبو مازين رئيس دولة فلسطين ومن قيادة حماس أنه يستمروا في العمل هذا لإنهاء هذا الملف لسبب لنا حراج كبير ونقطة سودة في تاريخ الشعب الفلسطيني للأسر بس أني ابنة إلي خمس سنين ما شفتهش ولا شفت خياله وبس أنه جاي أسترنا في ابن ابني وابني ابني خمس سنين ما شفنا همس هما معمولين لما ربنا هيك دفراجها الله جابه الحكومة المقالة التي اتخذت قرارا لسبوع الماضي بالإعفاء عن المتهمين في القضايا المتعلقة بأحداث الانقسام قالت أن هذا العفو يتعلق بأولئك الذين لمشاركوا في عمليات قتل في المقابل استقبل القرار الحمسوي بترحيب فتحوي أملا في طي معاناة المئات من أبناء الحركة الذين ما زالوا خارج القطاع خشية اعتقالهم هذا كان مبعث لخلق أرضية للوحدة بين أرجاء الوطن وإنهاء حالة الانقسام البغيط اللي بمر فيها الوطن وهذا اللي ما يحدث حاليا هو ضمن هذا الثمار ما تم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية والإسلامية للإفرج عن الأسرة والعودة للإخوة ليفصلهم الانقسام البغيط عن ذويهم في قطاع غزة العودة لإعداد محدودة من كوادل حركة الفتح إلى قطاع غزة تشكل وفقا للسياسيين والمراقبين تطورا يمكن البناء عليه للسير قدما في ملف المصالحة لكنه يحتاج إلى إجراءات أخرى من قبل الفرقاء الفلسطينيين فرقاء حالت إجراءاتهم على الأرض من دون إنجاز المصالحة التي بات تحقيقها محلا لتشكيك الكثيرين نحن نتمنى للجميع الشباب الموجودين بره إن شاء الله بيعودوا لأرض الوطن هذا وطن الجميع من حق كل إنسان يكون في بلده ومحدش بقدر يمنع حدا من بلده ولازم وهادي بداية خطوة نعتبرها إيجابية باتجاه المصالحة وإن شاء الله بتتحقق المصالحة في القريب العاجل قرار في غزة أو إجراء في الضفة قشة يتعلق بها الغرقاء في بحر الانقسام الفلسطيني مطلاطم الأمواج أمواج عاتية لم تعد بحاجة إلى أشرعة لتوجيه البوصلة لكنها بحاجة ماسة إلى قرارات جريئة تنجح في الوصول بسفينة المصالحة إلى بر الأمان محمد الأصل تلفزيون القدس من مدينة غزة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر